موسيقى موسيقى اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام الى نشرة الاخبار من قناة المكلة والبداية كالعادة مع ابرز العناوين عقب توجيهات محافظ حضرموت شركة النفط بالساحل تعلن تقفيضا لتسعيرة مادة البترول فرع نقابة الصحفيين بحضرموت وشبوى والبهرة ينظم لقاء تضامني ومهني المكلة تشهد مهرجانا لالعاب القوى للاطفال موسيقى كانت هذه ابرز العناوين واليكم التفاصيل تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم مقر شعبة هندسة الميدان بالمنطقة العسكرية الثانية بمناسبة الانتهاء من استحداث دورة تدريبية في مجال حقول الالغام واقتراب تخرج افرادها واثنى محافظ حضرموت على مستوى الانشطة والمهام البطولية التي قام بتنفيذها ضباط وصف ضباط وجنود هذه الشعبة منذ عملية تحرير ساحل حضرموت حيث قدمت شعبة الهندسة قافلة كبيرة من الشهداء اثنى قيامها بنزع الالغام والعبوات الناسفة والمتفجرات موجها بتطوير الشعبة ودعمها بتوفير كافة الاجهزة والمعدات الضرورية لاداء واجبها ومهامها على اكمل وجه وقدم افراد الدورة نماذج من التدريبات التي تلقوها والاداء الميداني اثناء ممارستهم لعملهم الوطنية في الكشف عن الالغام والمتفجرات اعلن فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت عن تخفيضات جديدة في تسعيرة بيع مادة البترول في محطاتها الرسمية والتجارية وبناء على توجيهات محافظ حضرموت بشأن تخفيض سعار المشتقات النفطية اصدر مدير عام فرع الشركة بساحل الدكتور خالد العكبري تعميما بتخفيض سعر بيع مادة البترول الى 250 ريال للتر في جميع محطات الشركة بدلا من السعر السابق 260 ريال وبحسب التعميم الصادر فان لجنة المشتقات النفطية بالمحافظة قد اقرت ان يكون سعر مادة لتر البترول بالمحطات التجارية وفق السعر اليومي للمبيعات وليس وفق اخر فاتورة شراسة بقال المحطة وحددت الشركة سعر مادة البترول في المحطات التجارية للتر ب250 ريال قابل للزيادة والنقصانة محددة العمولة المحددة بعشر ريال للتر الواحد في كل محطة تبيع بالسعر التجاري كما اكدت الشركة تحملها اجور النقل حسب المسافات المعتمدة من قبلها اهبت قيادة المنطقة العسكرية الثانية لجميع المواطنين عن اغلاق الخط الدولي الرابط بين منطقة شحير ومديرية الشحر ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة ايام لدواعي املية وتسف قيادة المنطقة الثانية عن هذا الاجراء الاحترازي املة التعاون من قبل المواطنين ضبط قوات خفر السواحل بمحافظة حضر موت اشخاص بمحمية يثمونة طبيعية بمديرية الديسة الشرقية وهم يقومون باستياد السلاحف النادرة والمهددة بالانقراض واخذت خفر السواحل الاجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم لادارة الامن بالمديرية لاستكمال الاجراءات اللازمة في حقهم وتحويلهم للنيابة العامة وهذا وتشتهر السواحل الشرقية بانتشار المحميات الطبيعية وتتواجد فيها السلاحف الخضراء وهي من السلاحف المهددة بالانقراض والنادرة على مستوى شبه الجزيرة العربية نظم فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بحضر موت وشبوى والمهرة اليوم بالمكلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين اللقاء التضامني المهني النقابي بمشاركة صحفيين من عدد من وسائل الإعلام وتطرق لقائل العديد من القضايا المتصلة بالتضامن المهني والنقابي مع الصحفيين وتفعيل أنشطة النقابة بما يعزز دور الصحفيين في هذه المرحلة بالإضافة إلى التعاون المشترك بين فرع النقابة والمؤسسات الحقوقية ومن بينها فرع مؤسسة صح لحقوق الإنسان بما من شأنه خدمة ومناصرة قضايا الصحفيين والاهتمام بحقوقهم والدفاع عنها وأوضح منسق اللقاء سالم علي الشاحة أن اللقاء لنشر ثقافة التضامن المهني بين الزملاء الإعلاميين والصحفيين على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم وفي اللقاء قدم نائب رئيس فرع النقابة صلاح مبارك بعابس ورقا تناول فيها أهمية التضامن المهني بين الصحفيين في مختلف الوسائل والمؤسسات الإعلامية بوصفها أحد أبرز متطلبات الالتزام الأخلاقي والإنسانية مستعرضا تجربة فرع النقابة في هذا المجال وكيفية التعاطي مع قضايا الصحفيين المختلفة لقي ستة مسافرين مصرعهم وإصابة العشرات في حادث مروري مروع في صحراء منطقة العبر بحضر موت وقال شهود عيان إن الحادث وقع إثر انقلاب باصنق الجماعي مما أسفر عن وفاة ستة من الركاب وإصابة سبعة وثلاثين شخصا وأكد الشهود أن المنطقة تشهد حوادث متكررة نتيجة الحفر المنتشرة على الخط الدولي الرابط بين منفذ الوديعة والعبر والتي تسببت بوفاة الكثير من المسافرين وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن باخرتين محملتين بثلاثة وستين ألف وسبعمائة طن من مادة الديزل وثلاثة عشر ألف طن من مادة المزوت كدفعة ثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية والمخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في عشر محافظات يمنية محررة ووصول باخرة ثالثة إلى ميناء المكلة محملة بعشرة ألف طن من مادة الديزل مخصص لمحطات الكهرباء في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف من المنحة ذاتها وقال ممثل البرنامج السعودي في الإشراف على توزيع المنحة نجيب حميد أن السعودية قد أوفت بالتزاماتها في دعم محطات الكهرباء بالوقود وعلى الحكومة اليمنية تفي بالتزاماتها بتوريد قيمة فواتير الكهرباء كضمان حقيقي لاستبرار التيار الكهربائي واستبرار منحة المشتقات النفطية لمدة عام قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لأهالي مديرية برو ميفع ضمن أعمالها الإغاثية والإنسانية في حضرموت وبلغت المساعدات خمسمائة سلة غذائية استهدفت ألفين وخمسمائة فردا من الأسر المتضررة والمحتاجة من سكان منطقة ميفع وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة من جانبهم أعرب أهالي منطقة ميفع عقب تسلمهم المواد الإغاثية من فريق الهلال الأحمر الإماراتي عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت أعلن نيابة شؤون الطلاب بجامعة حضرموت للطلاب الخرجين للعام الجامعي 2017-2018 بجميع الكليات عن ابتداء توزيع الشهادات ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من يناير وخصصت نيابة شؤون الطلاب برنامج توزيع الشهادات الجامعية بالصالة المركزية برئاسة الجامعة لكليات الصيدلة والمختبرات والتمريض والقانون يوم الثلاثاء وكليتي العلوم والتربية بالمكلة يوم الأربعاء وكلية الهدسة والبترول يوم الخميس فيما خصصت يوم الأحد لكلية الأداب ويوم الاثنين لكلية العلوم الإدارية وفي مركز الجامعة للخدمات الطلابية بالمكلة مول سيتم توزيع الشهادات لكليتي البنات بالمكلة والعلوم البيئية والأحياء البحرية وسيتم توزيع شهادات كليات الوادي في مركز الجامعة بيسيئون فيما ستوزع شهادات كلية التربية بالمهرة بالكلية ونوهت نيابة شؤون الطلاب بإحضار نسخة من إخلاء الطرف والبطاقة الجامعية لآخر مستوى دراسي عند استلام الشهادة الجامعية شهد ملعب الفقيد بارادن بمدينة المكلة فعاليات مهرجان الأطفال لألعاب القوة بمشاركة ستة انديام بالمديرية مدينة المكلة مثلها عددا من الأطفال للسن المستهدف من السنة العاشرة إلى الثاني عشر واحتوى على فعاليات متعددة خاصة بالأطفال المزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير شهد ملعب الفقيد بارادن بمدينة المكلة فعاليات مهرجان الأطفال لألعاب القوة الذي أقيم برعاية من وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري ومحافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللوار روكن فرج سالمين البحسني وإشراف من مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم من اتحاد ألعاب القوة بالساحل الذي اختتم بهذا المهرجان أنشطته وبرامجه وفعالياته لعام 2018 وشارك في المهرجان ستة أندية هي أندية مديرية مدينة المكلة وحدة المكلة وهلالفو وشعب حضرموت والمكلة وشباب روكب والتضامن ومثلها عدد من الأطفال للسن المستهدف من عشر إلى إثنى عشر وأشرف عليها الكابتن أحمد عبدالله بنصر الحاصل على شهادة الاتحاد الدولي لألعاب القوة المتخصص في مجال الناشئين والناشئات المهرجان يعد لانطلاقة والقاعدة التي تنطلق منها مواهب المستقبل وهي البيئة المثالية التي يتم من خلالها اكتشاف وانتقاء أفضل العناصر الرياضية والعمل على تطويرها وتوجيهها والارتقاء بمستوياتهم البدنية والمهارية والأهم من ذلك نشر الثقافة الرياضية لدى الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتكون بمثابة أسلوب حياة الختام للفعاليات شهد حضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بمعية المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة الكابتن حسن صالح مسيدي ونايب عميد كلية التربية بالمكلة بجامعة حضرموت رئيس قسم التربية البدنية والرياضية الدكتور سعيد فرج الرمادي وعضو مجلس إدارة الاتحاد اليمني لألعاب القوة الكابتن حامد عمر بحارث ورئيس اتحاد ساحل حضرموت الكابتن سعيد بايماني والخبير الرياضي الكابتن حاج سليمان بامقنع وتم تكريم جميع الأطفال المشاركين بالميداليات الملونة كتحفيز دافع معنوي وكذلك تم تكريم الأندية المشاركة وكذلك حكام البطولة والمساهمين في إقامة هذا المهرجان بشهادات تقديرية وكرم المدرب الدولي أحمد بنصر وأصغر مشارك في المهرجان الطفل سالم أشرف فرحان وشارك في إدارة منافسات الفعاليات الحك عبد الرحمن عبد الله بعوبلي وياسر علي بن دحمان وسالم عرفات بعوبلي وأحمد عبد الله بنصر ومحمد علي بامعلم صالح سالم مدفع ومحمد أحمد باقميش ورشاد ربيع بعساس ومجد رجب هارش وأشرف علي مقداد فيما تواجد داقم طبي إسعافي لمستوصف الحياة الخيري بديس المكلة في خطوة طيبة وتفاعلية كبيرة من قبلهم ضمن التعاون مع القطاع الرياضي المشاهدون الكرام لهنا نصل وياكم إلى ختاب هذه النشرة وهكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء عاقب توجيهات محافظ حضرموت شركة النفط بالساحل تعلن تغفيضا لتسعيرة مادة البترول فرع نقابة الصحفيين بحضرموت وشبوى والبهرة ينظم لقاء تضامني ومهني المكلة تشهد مهجانا لألعاب القوى للأطفال وبالتذكير بالعنوين نصل وياكم إلى ختاب هذه النشرة حتى الملتقى دمتم في أمان الله موسيقى